رحامنا راون لاتي حكمه واحد في راون حتى الشهود ديولي ليساكنين تمتده انا حاضره ومشاهده الماكلة ملقشله عبقى يتطلع وتنزلي كل شي بجيبك جيت باش نهضر على واحد الهم تي همنا احنا شخصيا والعائلة بصفة عامة اولا بجيت باش ندوي على السوق الناس كلها تدوي على حشاكم الزبال على اشياء تتهم السوق مال هدا فيه كادا فيه كادا ولكن ما شافوش مدووش على الناس ليس اصحاب الحقوق دوي الحقوق ما شافوهاش علاش لانه همهم همهم الخاص هادوك الناس يموتوا ينطحروا ضب الراسهم اسيدي هادك المشروع تعطى بواحد ثمن باخس هؤلاء هو عشرين درهم فوتوا واحد شخص من العائلة كان رئيس مجلس بلدي سابق في بنقرير بدون موافقة الوارثة ولا اي واحد احنا ما سقنا لي قاع الخبار احنا امني شناه حتى الحدود تعال البلاد احنا اصلا ما عرفناها قاع تتبالينا بلادنا تقولوا هي هاديك بلادنا الرقيطة فا اذا بناتا تفاجئوا تقولوا لك اجيرات سائرة البلاد تعطات كمشروع تنماوي ملاكي مرحبا ما كنت مشكل احنا فرحانين قال حاجة اللي فيها الخير البلاد فرحانين بها ولكن ما يتهضموش لنا حقوقنا حيس سيدنا قال لك مني تيكون نزع الملكية او شيئا من هاد القبيل احنا فرحانين حقوق ما تحط المشروع وما يتقاد حتى الناس ياخدوا حقوقهم الله يخليه لنا كل حجرة تعرف لها القانون ما تيجيش وتيهضر من فارغ ولكن هاد السيد راه ضلمنا اضلمنا بزاف ما جيت شو باش نهضر من هاد المينبار اسيدي هاد السيد هذهك البلاد فوتها بعشرين درهم واشطراب داع ديك البلاد بعشرين درهم شوف دباء الخضراء بشحال واصلة ولديك الساعة الخضراء بشحال واصلة وشعجة يعني تنقارنوا حويش ما حويش هذا طيح بنا طيح بالعائلة دياننا يعني اشغا نقولك كين الناس ماتوا وما خادوش الحقوق ديالهم اسيدي هاد السيد اشتحطا على العيالات والاراميل يعني تتمع عشع من العيالات والاراميل ايوازيدي انا تقولك من هاد المينبار الى بيت الدير واجشي واحد دراجل بحالك اللي يضر وتاوي دفع لحقوقه اما انا مرة جيت باش هاد المينبار نعطي الصوت ديالي مع باقي الوراة اللي هدمتي لهم الحقنا جدا بتندوي على الملف الاول اللي هو السوق بلاد الرغيطة لا يمشوش الناس غالطين يصحابوا البلاد راديالو راتع جدي الخليفة حسين بالحاج عبدالله وكل شيء وارد تمك وهذا السيد بيت هنا اعرف كيفاش فوت هذا البلاد بدون ايد الوراة كيفاش دوز هذا البلاد ونحن ما عارفنش لم يكن اتصرف ونحن ما عارفنش اللي حطت رجلو تموه يا ويلو تقطع عملي قالك كل شيء يفيده كل شيء يجيبه بيت هنا اعرف انا يا مؤخرا كاري البلاد المحطة سيد علي انا تجاوه تدويت مع السيد ما قدرش بقيه يهضر معي تيخافوا تيقولك اللي عنده النفوذ ما قدرش عليه مؤخرا عندي فيديو مصور ما عارفت شنوه ما عارفت شنوه وش هذا الوراة قتلهم ما تدفنهم صافي هو البلاد ديال هو اللي يقولك العزيب تعفلان هذا العزيب راتع جدي مؤخرا هذا الفيديو اللي صورت رنبع طلاب القسمة من الاخوات ديالي اللي تنوب عليهم وحده في كندا وحده في الدار بيضا يستغل بعض الناس اللي لا يكونوا هنا في المغرب وحده ثانيا الناس اللي هنا رأي عيالات مرجل راماته لا يبقى راجل لا يبقى مؤخرا محضر 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 هذا الشيء ليس معقول زائد بلاد خرى و أتحدى من هذا المنبر يأتي شيء راجل لا يأتي هو لأنه يتحدى أتحدى بلاد الشعيبات نحن نقوله هو مزارع الشعيبات رأي الشعيبات مكتوبة في الوراق مزارع الشعيبات و تعرفوا الشعيبات و مؤخرا اسميتها حلقين بيعات و انتبعوا هاد اسمية و انتبعوا هاد اسمية و الحقوق ديونت هضمت امي عندها حق تماك قال لك ما عندها حق حقوقها ايبا ما عدتش انا يا امي ما عدتني جابت هذا الحق ما عدت مني ورتاته ماشي يا بنت المنطقة ديون هنا يا يعني ماشي عائم العائلة يعني بعيدة كيفش ورتات نزيدكم كين عمي الله توفى هو هل مات حيث كان الاخ ديالي و كنت تصرف في البلاد و ارى واحد سيد لا داعي لذكر الاسم ارى ساكن تماك ما قدش اعطى الاقوال عند البوليس و لكن ما قدش يجي لمحكامة لماذا؟ جالي تهدو حتى الشهود ديالي ساكنين تهدو كلهم خافوا قال لك عنده النفوذ ما انقدروش و لكن كانوا رجال هادو كمشاوا معانا و لكن الاخر في المحضر كاتب في الاخر في المحضر عنده نفوذ و هذا السيد شاري من عند عماتي و كان حكم قيسمة قيسمة ديال المحكمة كان حكم قيسمة كل واحد خاد حقه رأى عمي يشاد حقه عمي الاخر مسكين حيث مات رأى بلاده حوطه بالسياج قيسمة و تساعدوه ناس اعضاء في المجلس و كانوا يتقاتلوا على قبل التعمير دا بعد فهمت انا علش التعمير باش ناكلوا احنا العصايب دابين احنا اللولين عادي كما اللي يبقى انا ماشي تندوي باشي قولي يا را تتهديني را انتا سيدي لي تتهددني انتا اللي قلعتي لي يا بلاكة التنوبيل و درت بيك محضر و انا تنوجه لك انتا التيام لان في المحضر انا قلت ما بغيت نجبت صداع و ما بغيت نجبت هذا الاسم التي خليتني وصلت لهذا الشيء زائد تتهددني انا وولادي و كانت واقعة و اذهبت الكميسارية انا وولادي و فيهم واحد سيد من العائلة و تتعرف انتا و حضراتي ينقز عندك تهوا يمدوك التوابيع اللي عندك كانوا تيشربوا و تيضربوني بالكانتات و تنقولها و نزلت بندير شكاية و الدخلات و بنا و لم اتدعو و لكن و اتدعو و اتدعو و اتدعو و اتدعو و اتدعو و اتدعو اي فعل وكيفيش هذيك اللجنة خرجات. ما عرفت انا لي حدي الان ما فهمتش اشنو اللي كاين. رغم انا وراخد تعويض. اخد وخاف هو السوق. را كان لي واحد تعويض. اي صاحبنا احنا ما عارفين احنا كل شي عارفين. اتحاجة من قاشت التخبه في المغرب الحمدلله. دولة الحق والقانون كل شي والله واضح. وضوح الشمس. الا عبيت اللي بيت نعرف من هذا المينبر واتحداه يقولي اياه السوق.